السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو إن شاء الله قد ندير تمرين في درس النشر والتعميل والمتطابقات الهامة السؤال يقول أحسب وبسيط ما يري A يساوي 3 على 2 ناقص 1 على 2 في 4 على 3 B يساوي 4 في عامل 1 على 3 ناقص 2 زائد 5 على 3 C يساوي 2 على 7 مقسومة على 3 على 7 في 3 ناقص 5 نبدأ على بركة الله بتعبير A كتذكير بسيط في أي عملية حسابية نعطي الأولوية للضرب والقسمة نأخذ على سبيل المثال واحد تعبير التعبير التالي 2 زائد 3 في 6 كما قلنا الأولوية للضرب والقسمة فهذا التعبير الضرب عندنا 3 في 6 كما قلنا 3 في 6 كما قلنا 3 في 6 إذا هذا التعبير يساوي 2 زائد 3 في 6 يساوي 18 الأخير يساوي 2 زائد 18 يساوي 20 البعض سيحسبون هذا التعبير بهذه الطريقة إثنان زائد 3 في 6 سيقومون أولا بالجمع إثنان زائد 3 5 زائد عفوا في 6 5 في 6 يساوي 30 وهذه الطريقة خاطئة طريقة خاطئة لأننا بدأنا بالجمع عوض الضرب عوض الضرب عوض الضرب ساعدة أقول نعطي الأولوية للضرب والقسمة الطريقة الأولى هي الطريقة الصحيحة التعبير A قدنا A يساوي 3 على 2 ناقص 1 على 2 في 4 على 3 يساوي كما قلنا نبدأ بالضرب أو القسمة التعبير الضرب 1 على 2 1 على 2 في 3 على 4 نضيف ثلاثة على جوج ناقص 1 على 2 في 4 على 3 يساوي ناقص 1 في 4 نضيف نفس الكاسر نقص نفس الكاسر 2 نقص على 3 يساوي 3 على 2 ناقص 1 في 4 يساوي 4 2 ثلاثة 6 هنا هذا التعبير سننضيف توحيد المقامات كما نلاحظ مقام الكاسر الثاني هو 6 ومقام الكاسر الأول هو 2 إذا نستطيع أن نجد مقام مشترك 6 و 2 يعني نستطيع أن نضرب 2 ثلاثة للحصول على 6 يساوي ولكن 2 سنضرب ثلاثة 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 توحيدنا بلع比如 3 اذا انゲ resultado نضرب ثلاثة بعد ثلاثة في ثلاثة 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 لتبسيط فقط ثلاثة في ثلاثة على اثنان في ثلاثة هي ثلاثة على جوج لماذا؟ دينا ثلاثة على ثلاثة ثم على ثلاثة هي واحد هذه كتساوي ثلاثة على جوج ثلاثة على ثلاثة هي بحالة هي واحد وفي الاخير هي ثلاثة على جوج أنا علاج حولنا 3 على جوج 3 في 3 على جوج في 3 على أساس باش نحصل على مقام المقام 6 مقام 6 إذن يساوي 3 في 3 على 2 في 3 ناقص 4 على 6 يساوي 3 في 3 هذا 3 في 3 يساوي 9 على 2 في 3 المقام 6 ناقص 4 على 6 ساوي هنا عنا مقام 6 القصر الثاني مقام 6 يكفي أن نجمع البسط مع البسط إذن ساوي 9 ناقص 4 على 3 9 على 4 على 6 يساوي 9 ناقص 4 يساوي 5 على 6 نمر التعبير B تعبير B يساوي 4 عامل 1 على 3 ناقص 2 زائد 5 على 3 عملية حسابية إذا كان عندنا الأقواس نبدو ما بداخل أقواس نحسب ما داخل أقواس إذا كان التعبير يساوي 1 على 3 ناقص 1 على 3 ناقص 1 على 3 لدينا المقام 3 ناقص ما بداخل المقام ناقص 2 على 1 التعبير كمي يساوي 1 على 3 نضع المقام ناقص 3 ثلاثة ندير ثلاثة في المقام ندير ناقص إذا ما ستساوي إذا نضرب البسط في 3 والمقام في 3 إذا نزيد 5 على 3 4 أربعة ناقص ناقص 1 على 3 ناقص 3 1 على 3 3 ثلاثة ثلاثة 5 على ثلاثة 3 نقص ثلاثة 3 ثلاثة ناقص 3 ثلاثة ثلاثة إذا سنقوم 3 سنجمع же البسط 1 ناقص على 3 كما طلب إذا 1 ناقص 6 هي ناقص 5 على 3 5 على 3 للتوضح 1 ناقص 6 1 ناقص 6 هذه عملية هذه مجموعة عددين لهما إشارتين مختلفتين مجموعة عددين لهما إشارتين مختلفتين نأخذ إشارة العدد الأكبر العدد الأكبر هنا ما هو 6 أو 1 6 ستة الإشارة ناقص ونضر الفرق العددين 6 ناقص 1 6 ناقص 1 سوى 5 إذن سوى ناقص 5 يساوي 4 عامل ناقص 5 على 3 رهية 4 في ناقص 5 على 3 كيف كيف يساوي 4 في ناقص 5 يساوي ناقص 20 5 على 3 زائد 5 على 3 هذا الجمع يساوي ناقص 20 على 3 زائد 5 على 3 لدينا نفس المقام وهو 3 إذن سنجمع ناقص 20 زائد 5 يساوي ناقص 20 زائد 5 كما قلنا سنجمع إشارة الأعادة الأكبر هو 20 إشارة ناقص 20 ناقص 5 تساوي 15 ناقص 15 على 3 يساوي ناقص 15 على 3 يساوي ناقص 5 الآن أمر تعبير C لدينا C يساوي 2 على 7 مقصومة على 3 على 7 في 3 ناقص 5 إذا كان عندكم واحد تعبير جبال في القسم والضرب الطريقة الصحيحة هو البداية من اليسار إلى اليمين من اليسار إلى اليمين يعني هنا ناقص قسمة نبدأ بالقسمة عاد نديره الضرب إذا كانت تعبير سنجمع نديره ساوي 2 على 7 مقصومة ثلاثة على سبعة ساوي 2 على 7 في مقلوب علي الضرب ثلاثة المعاقص 1 ناقص وضع ثلاثة على سبعة فقسمة ثلاثة على سبعة 1 سا違 ثلاثة على سبعة 距ل ثلاثة على السبعة وهذه قائعة لدينا عنا A على B على C على D يساوي A على B في مقلوب هذا الكسر اللي كي نلتحت C على D إذن هدين ديروا D على C إذن هنا هدين طبقه إذن جوج على 7 في المقلوب ديال الكسر اللي كي نلتحت يعني المقام غير جعب في البسط والبسط غير جعب في المقام إذن في سبعة على ثلاثة تسحوا هذا الشي دبت تعبير ولا للا جوج على سبعة في سبعة على ثلاثة في ثلاثة ناقيس خمسة أشغن دير مباشرة إلى لاحظة عندنا سبعة هنا في البسط وسبعة في المقام ها هي ها سبعة ها سبعة هنا ثلاثة في المقام هنا ثلاثة في البسط إذن نقص طبقه نختازله بسبعة ها سبعة وثلاثة ها سمشي لنا على ثلاثة إذن في التالي شخص غير قلينا ها سمشي لنا جوج ها سمشي لنا جوج ها سمشي لنا جوج ناقص خمسة يساوي ناقص ثلاثة وثلاثة وثلاثة عاد نزيل وثلاثة ناقص خمسة هالطارقة هنا يا هادي ها بحال الفوقانية كيف كيف وثلاثة إذن هنا غنختازله بسبعة قد مشي مع سبعة ثلاثة مع ثلاثة لماذا نختازلنا بسبعة على سبعة لأن أصلا سبعة على سبعة يساوي واحد ثلاثة على ثلاثة يساوي واحد أخي شنو غيب قلينا غيب قلينا جوج على واحد وهي جوج ناقص خمسة يساوي ناقص ثلاثة سلينا التمرين موعدونا إن شاء الله في فيديو قادم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة